السلام عليكم المرجو الضغط عليه الزر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأسدقاء والصلاة على النبي في التعليق اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه المرجو الضغط عليه الزر لايك لأنه جيد مهم لكي يساعدنا إن شاء الله في يدخلوا ناس جدد أو تكبر العائلة في القناة إن شاء الله وترك بصمتك بالصلاة على النبي في التعليق ولا تبخل علينا الزر لايك لأنه جيد مهم فضلا وليس أمرا عندك مشكل الآن أنت في مشكل أي مشكل كان عندك أي مشكل كان عندك هذا يسمى بالاسم العظيم عند الأولياء أي مشكل كان عندك عندك مشاكل وانت لا تستطيع خروج منها سعطيك ويرد تقوم به يوميا ولكن يزم الوضع وإذا لم تكن متوضسة فقط لن تفعل شيء واحد لأنه يطلب الغضوء وإذا كنت على الغضوء ففعل هذا الشيء الذي سأقوله اكتمل الويرد يعني ستنقص من الويرد إذا لم تكن متوضع اتفقنا عندك مشكل وتريد أن تخرج منها أنا لا أعرف مشكلتك تعددت المشاكل كل شخص عنده مشاكل المرأة عندها مشاكل الرجل عندها المشاكل المراهق عندها مشاكل المراهق عندها مشاكل الشاب عندها مشاكل الشاب عندها المشاكل طفل صغير حتى الأطفال الصغيرة عندها مشاكل يعني كل الناس تعددت المشاكل أنت في بلدك الأصلي عندك مشكل إذا هجرت إلى بلد أجنب سيصبح لك مشكل آخر يعني المشاكل تتبعك يوميا وهي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى المشاكل هي ابتلاء لأن الإنسان كلما ابتلك كلما يجب أن يرجع للطريق إذا لم تكن المشاكل الدنيا ستصبح بدون معنى حتى أن الله سبحانه وتعالى لما يريد أن يدخل الناس إلى الجنة يجب أن يريهم جهنم موجودة في القرآن كل أحد سيرى جهنم حتى الأنبياء والرسل يرأوا الجهنم بعينهم سيرونها موجودة في القرآن لماذا الله سبحانه وتعالى سيري جهنم لكل الناس لكي يعرفوا معنى الجنة فالدنيا فيها مشاكل كيف تخرج منها مشاكل الاستغاثة بالله التوسل بالله لا تتوسل بأي أحد لا تستغت في أي أحد لما تستنجد بالله سبحانه وتعالى لما تنادي الله سبحانه وتعالى سيتدخل في مشكلك ويصلحه أو يجعل ناس سببا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل مباشرة ترى الله سبحانه وتعالى لا أحد يرى الله ولكن سيسخر ناس لمساعدتك في مشكلك هناك مشكل من يجب أن يساعدك الناس فيه وهناك مشكل لا أحد يستطيع في هذه المشكلة فقط الله سبحانه وتعالى إلا الله يعني الله سبحانه وتعالى مؤجزة كرامة كرامة من الله سبحانه وتعالى كرامة من الكرامات تنزل عليك ليساعدك على فعل المشكل إذا كنت على وضوء تقوم بالطريقة يوميا حتى ينفك مشكلك وأقول لك أنا إذا قمت بها بيقين يقين وأنت ممت يقين ما تفعل وعقلك حاضر وقلبك حاضر قبل السبعة سيأنتفك مشكلتك كيفما كانت لأنك تنادي الله تنادي مالك السماوات والأرض من يحكم الأرض ويحكم السماوات ويحكم كل شيء يحكم الكون كله في أي وقت في زمان في مكان يحكمه الله سبحانه وتعالى ويحكم كل المخلوقات لهذا سيتدخل الله في أمرك إذا كنت متوضع تجلس في مكانك تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى صليت ركعتين تطل في هذه الركعتين لله سبحانه وتعالى أن يفك مشكلتك في السجود تطيل السجود انتهيت من الركعتين ماذا ستفعل؟ تستغفر الله مئة مرة تستغفر الله مئة مرة ووراها ماذا ستفعل؟ تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيت ألف مرة ولما تنتهي تصلي على النبي مئة مرة بأي سيغة تنشيت ولو أن اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه والسلام تسليمه فقط صلي على النبي مئة مرة أي سيغة تنشيت استغفرت مئة مرة في الأول تقول وراءها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيت ألف مرة والثالثة تصلي على النبي مئة مرة وتطلب الله أن يقضي حاجتك يفكرك من هذا المشكل إذا لم تكن على وضوء خصوصا النساء إذا لم تكن على وضوء فقط لا تصلي الركعتين لأنها رزم طهارة فقط لا تصلي الركعتين تستغفرين الله مئة مرة يا حيو يا قيوم برحمتك استغفت ألف مرة وتصلي على النبي مئة مرة وتطلب حاجتك أو تدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يفكك من هذا المشكل اتفقنا؟ إذا لم تفهم أرجع الفيديو إلى الوراء كي تفهم الموضوع جيدا وتطبقه وسترى النتائج قبل سبعة أيام إن شاء الله هذا كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء